اعزائي طلبة وطالبات اولى سنوي اهلا بكم في فرنشا اكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة الفرنسية النهاردة ان شاء الله معدنا مع الدرس التاني من الوحدة الرابعة والوحدة الرابعة عنوانها يعني نادي الرياضيين والدرس التاني عنوانه يعني تقديم وتحديد العائلة وفي الدرس ده هنتعرف على نقطتين اول نقطة يعني افراد العائلة وكمان هنتعرف على قاعدة مهمة جدا وهي وهنبتدي بالنقطة الاولى وهنتعرف على افراد العائلة اول حد في العائلة طبعا الاجداد الاجداد اسمهم يعني اباء الاباء يبقى انا لما احب اعرف اجدادي هقول يعني هما اباوية اباوية والجدة هي ام مامتي او ام بابايا يبقى جده هو ابو بابايا او ابو مامتي يعني جدتي هي ام بابايا او ام مامتي ونخلينا فاكرين صفات الملكية هنا استخدمنا صفات الملكية ما قبل كلمة جغون بارون لان هي اسم جمع واستخدمنا من قبل كلمة جغون بار لان اسمه مفرد مذكر واستخدمنا ما قبل كلمة جغون ما لان هي اسمه مفرد مؤنس يبقى من وما وما دول صفات الملكية للمتكلم لكن صفات الملكية للمخاطب هما وصفات الملكية للغائب هما في بقى ملحوظة مهمة لو قارننا بين كلمة جغون بار يعني جد وكلمة جغون مار يعني جدة هنلاقي كلمة جغون زي ما هي في الكلمتين يعني ما حولنهاش للمؤنس في كلمة جغون مار احنا عارفين ان جغون دي صفة مفرد مذكر معناها كبير لما بنيجي نحاولها للمؤنس بنضيف ليها حرف الأو تبقى جغوند كبيرة لكن في كلمة جغون مار مش بنضيف ليها حرف الأو جغون مار هو اسم مركب على بعضه كده اسم مؤنس لكن بقى لو هحولها للجمع يعني هقول جدات يبقى لازم أضيف حرف الأس الكلمة جغون والكلمة مار يبقى جغون مار جدات الجد والجدة بقى لو هم أبو بابايا ومامته هيخلفوا بابايا وعماتي وأعمامي ولو هم جدود المامتي يبقى هيخلفوا مامتي وأخوالي وخلاتي الأب يعني بار والعمة تانت بابايا هيتجوز مامتي يبقى هم الاتنين مي بارون مي بارون يعني مون بار اي مام مار جوز عمتي بقى اسمه أونكل أونكل يعني جوز عامة أو جوز خالة أو خال أو عم يبقى مون نونكل يعني هو أخو بابايا أو مامتي يعني عمي أو خالي وممكن يكون جوز عمتي أو جوز خالتي يبقى سي وكلمة ماري يعني زوج ومات تانت المقصود بها عمتي أو خالتي أو مرات عمي أو مرات خالي يبقى مات تانت يعني هي أختي بابايا أو مامتي وهي برضو مرات عمي أو مرات خالي يبقى سي بعد كده بقى مامتي وبابايا هيخلفوني أنا وإخواتي أنا مواء وأختي يعني مان سور وأخويا يعني مون فخار ولاد عمي بقى أو ولاد عمتي أو ولاد خالي أو ولاد خالتي الولد بقول عليه مونكوزا والبنت بقول عليها ما كوزين هو ابن عمي أو ابن خالي أو ابن عمتي أو ابن خالتي هي بنت عمي أو بنت خالي أو بنت عمتي أو بنت خالتي كده تعرفنا على أفراد العائلة ودلوقتي هنتنقل الجزء الثاني من الدرس وهو علشان ننفي جملة بنحط الفعل المتصرف بين ظرفي النفي ونخلي بالنا كويس من كلمة الفعل المتصرف يعني لازم يكون فعل متصرف مش في المصدر زي مثلا انت بتتفرج على التلفزيون لو أنا هجاوب على الجملة دي بالنفي يعني هقول نو هقول نو وبعد كده هحط الفعل المتصرف اللي هو يعني يشاهد هحطه بين ظرفي النفي نو وپا هقول نو أنا مش بتفرج على التلفزيون هنا حطينا الفعل المتصرف بين نو وپا وطبعا في السؤال كان الفعل متصرف مع تي يعني أنت لما حد بيجي يسألني بيقول لي أنت لما باجي أجاوب بقول أنا يبقى احنا غيرنا تي وبالتالي غيرنا تصريف الفعل بدل ما كان مع تي بقى مع الجو يبقى علشان ننفي جملة بنحط الفعل المتصرف بين نو وپا مثال تاني انت بتحب التنس هنا برضو علشان نجاوب بالنفي هنقول نو أنا مش بحب التنس وهنا طبعا علشان بدء بحرف متحرك شلنا لأ من نو واستبدلناها بأبستخوف نشوف مثال كمان انت مبسوط لو أنا هجاوب بالنفي على الجملة دي هقول نو وبعد كده هحط الفعل المتصرف اللي هو هحطه بين نو وپا ولكن هو بيقول يعني أنت هقول جو وهغير تصريف الفعل علشان يناسب جو يبقى هقول نو جو نسوي با كنتو أنا مش مبسوط يبقى احنا لما بنيجي ننفي جملة بنحط الفعل المتصرف بين نو وپا احيانا بيكون الجملة فيها فعلين ولما يكون الجملة فيها فعلين بيكون فعل متصرف وفعل تاني في المصدر برضو لما نيجي ننفيها بنحط الفعل المتصرف بين نو وپا وملناش دعوة بالمصدر خالص زي مثلا انت بتحب تلعب كرة القدم الجملة هنا فيها فعلين فعل متصرف اللي هو وفعل تاني في المصدر اللي هو لو أنا هجاوب بالنفي يعني هقول أنا مش بحب ألعب كرة القدم هنفي في غ بي مي يعني هحطه بين نو وپا لأنه هو الفعل المتصرف اللي في الجملة يبقى هقول نو النفي هنا وقع على الفعل المتصرف والمصدر ما قربنا لوش أهم ملحوظة بقى لازم نعرفها كويس جدا جدا ان احنا لو هننفي جملة فيها أداية نكرة يبقى أداية النكرة دي لازم تتحول لدو أو دي أبوستخوف طبعا لو الاسم اللي بعديها بدء بحرفة متحرك ما عدا في حالة واحدة بس هنشوف الأول ازاي بنحول أدوات النكرة إلى دو أو دي أبوستخوف وبعد كده نعرف ايه هي الحالة الوحيدة اللي احنا ما نقدرش نغير فيها أدوات النكرة لو حد سألني وقال لي انت عندك أخ الجملة هنا فيها أداية نكرة اللي هي لو أنا هجاوب على السؤال ده بالنفي يبقى هعمل حكتين هحط الفعل المتصرف بين نو و با وطالما عندي أداية نكرة يبقى لازم أحولها لدو الفعل اللي هنا هو أفواغ أفواغ يعني يملك أو عنده هنحطه بين نو و با ولكن طبعا هنغير تصريفه مع جو يبقى هنقول نو يبقى احنا حطينا الفعل بين نو و با وغيرنا مثال تاني هل يوجد ساعة حقق في فصلك؟ السؤال ده في أداية نكرة اللي هي أداية نكرة للمفرد المؤنس علشان نجاوب على السؤال ده بالنفي برضو هنحط الفعل المتصرف بين نو و با وهنحول يبقى هنقول لا يوجد ساعة حقق في فاصلي وهنا حولنا لدي أبوستخوف علشان كلمة أغلوج بدأ بحرف أش ميوه يبقى احنا في النفي بنحول أدوات النكرة لدو ولو كان الاسم اللي بعد الدو بدأ بحرف متحرك أو حرف أش ميوه بنشيل الأو من دو ونستبدلها بأبوستخوف نيجي بقى للنقطة المهمة جداً اللي دايماً بتجيلنا في الامتحان إيه هي الحالة الوحيدة اللي أنا مقدرش أغير فيها أداة النكرة إلى دو أو دي أبوستخوف رغم إن الجملة منفية الحالة دي هي لما يكون فعل الجملة هو بأتخ أتخ يعني يكون ولازم طبعاً نكون حفظين تصريفه لما يكون موجود في الجملة ما ينفعش خالص إن أنا أغير أدوات النكرة إلى دو أو دي أبوستخوف حتى لو الجملة منفية يعني مثلاً هل هذا يكون قلم؟ السؤال ده في أداة نكرة اللي هي أ لو أنا هجاوب بالنفي هنف الفعل عادي ولكن مش هقدر أغير أداة النكرة إلى دو لأن الفعل اللي عندي هو يبقى هقول إنه لا يكون قلم هنا أداة النكرة فضلت زي ما هي رغم إن الجملة منفية علشان فعل الجملة هو ولو أنا قلت هل هم يكونوا أصدقاء؟ هنا برضو عندي أداة نكرة اللي هي دي وهي أداة نكرة للإسم الجمع لما نيجي نجاوب بالنفي مش هنغيرها إلى دو أو دي أبوستخوف لأن فعل الجملة هو يبقى هنقول نو إنهم لا يكونوا أصدقاء نفس الكلام ده برضو بينطبق على الأعداد يعني الأعداد عند النفي بنحولها إلى دو أو دي أبوستخوف ما عدا في حالة واحدة برضو هنتكلم عنها لو الجملة فيها عدد زي مثلا أنت عندك ثلاث إخوات علشان أجاوب على السؤال ده بالنفي يبقى هحط الفعل بين نو و با وهحول العدد إلى دو يبقى هقول نو ونخلي بالنا إن إحنا حزفنا حرف الأس من كلمة فخاغ يبقى أنا ما عنديش أي إخوات طيب إيه هي بقى الحالة اللي أنا ما أقدرش أغير فيها العدد إلى دو رغم وجود النفي ده بيحصل لما يكون العدد بيشير إلى عمر يعني مثلا لو حد سألني وقال لي أنت عندك خمستاشر سنة طبعا لو أنا هجاوب بالنفي مش هينفع أقول أنا ما عنديش أي سنة ولكن هقول أنا ما عنديش خمستاشر سنة يعني العدد هيفضل موجود حتى لو في نفي يبقى هقول نو أنا ما عنديش خمستاشر سنة كده وصلنا لآخر الفيديو أتمنى تكونوا استفدتم منه وإن شاء الله نتقابل تاني في فيديو جديد مرسي أتمنى ترجمة نانسي قنقر